ازايوك يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنستعرض مع بعض افكار مسائل دائرة الطيارة المتردد التي تحتوي على ملف حس ومقاومة اومية وزي ما احنا متعودين هنحل مجموعة من الافكار المسائل لو انت فهمتها كويس ان شاء الله هتقدر تحل اي مسألة موجودة في اي ملخص نبتدي نشوف اول مسألة واول فكرة بتقول ملف مقاومة 12 اوم ومعامل حسه الذاتي واحد من 10 هنري وصل بمصدر متردد قوته الدفع الكهربية الفعالة 100 فولت وتردده 50 هرتز احسب شدة الطيار المار بالدائرة وزاوية الطور بين الطيار والجهد نبتدي نكتب الحل ونقرأ المسألة واحدة واحدة وننزل كل المعطيات اللي موجودة عندنا ملف مقاومة 12 اوم يبقى ده كده ملف حس ليه طبعا معامل الحسه الذاتي بتاعه ليه مقاومة يبقى بقى كده كأن الدائرة اللي عندي موجود فيها ملف ومقاومة تمام مقاومة الملف يبقى كده عندنا الار بيساوي 12 اوم ومعامل حسه الذاتي واحد من 10 هنري يبقى كده الال بيساوي واحد من 10 هنري وصل بمصدر متردد قوته الدفع الكهربية الفعالة طبعا سواء ما قاليش الفعالة يعني لو قال القوة الدفع الكهربية ليه بس يبقى كده معناها الفعالة لو ذكر الفعالة يبقى كده خلاص فعالة طبعا لو ذكر العظمى يبقى أنا لازم أتعامل مع القيمة الفعالة يبقى أقسم القيمة العظمى على جزر اتنين عشان أخذ القيمة اللي أعرف أشتغل بيها في المسألة تمام يبقى كده عندنا الفي بيساوي 100 فولت وتردده 50 هرتز يبقى كده الاف بيساوي 50 هرتز احسب شدة الطيار المار بالدائرة طبعا ده الطيار الكلي يبقى كده هو عايز احسب i وزاوية الطور بين الطيار والجهد طبعا زاوية الطور اللي هي السيتا طيب يبقى دلوقتي بقيت عندنا الدائرة دي كأنها ايه؟ كأنها بالزبط ملف حس عديم المقاومة ومعها مقاومة تاني وعندي مصدر طيار متردد تمام دلوقتي في الدائرة البسيطة دي كنا بنحسب شدة الطيار الكل ازاي؟ زي ما احنا متعودين اي شدة طيار في الدنيا عبارة عن فرق جهد او قوة دافعة كهربية على مقاومة طيب هنا في الدائرة مش مقاومة اومية بس لا ده هنا عندي مقاومة اومية وعندي مفاعلة حسية للملف تمام يبقى كده نقدر نقول ان الاي بيساوي في على زد اللي هي المعاوقة والمعاوقة دي طبعا احنا كنا بنقدر نفكها ونقول ان الزد بيساوي جزر التربيعي لار تربيع زاية اكس ال تربيع لان الدائرة بتاعتنا فيها حاجتين بقاومة برور الطيار المقاومة اومية اللي موجودة اي نعم هي مقاومة الملف ولكنها كانها مقاومة موجودة عندي في الدائرة وطبعا المفاعلة الحسية للملف تمام تعال نشوفه بقى ايه اللي عندنا وايه اللي مش عندنا عشان نحسب شدة الطيار اي كده الفي موجودة عندنا الزد مش موجودة لما كتبنا قانون الزد تعال نشوف ايه اللي عندنا وايه مش عندنا طبعا قيمة الار موجودة عندنا قيمة الاكس ال مش موجودة عندنا طيب نكتب قانون الاكس ال احنا عارفين ان الاكس ال بيساوي اتنين باي اف ال اتنين باي ده رقم اف التردد موجود عندنا اللي معامل الحس الزاتي للملف الموجود عندنا يبقى بسهولة نقدر نحسب ال-XL تعال نحسب ال-XL مع بعض قادي نعوض في المعادلة بتاعتنا يبقى ده بيساوي اتنين الباي تلاتة واربعتاشر من مية مضروب في التردد اللي هو خمسين مضروب في معامل الحس الزاتي للملف اللي هو واحد من عشرة لو حسدنا المقدار ده هيطلع عندنا بيساوي واحده تلاتين واربعة من عشرة احنا بنحسب مفاعلة حسية للملف بتتعامل معاملة المقاومة بالزبط يبقى واحدة القياس عندنا بالقوم تمام طالما جبنا ال-XL يبقى نقدر نحسب الزد بسهولة يبقى دي المعاوقة عندنا بيساوي جزر التربيع ال-R تربيع زي-XL تربيع لو جينا نعوض هيبقى بيساوي قيمة ال-R عندنا باثناشر يبقى اثناشر تربيع زي قيمة ال-XL اللي احنا لسه حسبنا بواحدة واربعة من عشرة لكل تربيع لو حسدنا المقدار ده هيطلع بيساوي عندنا تلاتة وتلاتين وستة من عشرة احنا بنحسب معاوقة بردو دي وحدة القياس بتاعتها بالقوم طالما جبنا الزد المعاوقة الكلية اللي موجودة عندنا في الدايرة نقدر نجيب شدة الطيارة الكل بسهولة ادي الآي بيساوي V على زد لو جينا نعوض يبقى بيساوي V بمية ونخلي بالنا من دي طبعا القيمة الفعالة على الزد اللي احنا لسه حسبنا بـ 33 وستة من عشرة لو حسبنا المقدار ده هيطلع بيساوي عندنا اتنين وعلامة عشرة 976 من الف احنا بنحسب شدة طيار يبقى وحدة القياس بالامبير تمام يبقى احنا ده جبنا اول مطلوب طيب عشان نجيب زاوية الطور بين الطيار والجوت طبعا احنا عارفين ان في الدايرة اللي فيها ملف حس سواء معا مقاومة او مش معا مقاومة يبقى عندنا فرق الجوت بيتقدم على شدة الطيار وكنا بنحسب تان سيتا عندنا من العلاقة ان تان سيتا بيساوي XL على ار طبعا XL احنا لسه حسبينها ار موجودة عندنا يبقى نقدر نحسب ده بسهولة نعوض عندنا يبقى كده بواحده تلاتين واربعة من عشرة ار باثناشر لو حسبنا المقدار ده هيطلع بيساوي اتنين وستة من عشرة ايه هي الزاوية اللي التان بتاعتها اتنين وستة من عشرة لو حسبنا الزاوية دي هتطلع عندنا ان السيتا بيساوي 69 وواحد من عشرة درجة وبكده احنا حلينا المطلوب التاني وخلصنا المسألة وما فاش اي حاجة صعبا نيجي نشوف المسألة التانية المسألة التانية بتقول وصلت مقاومة او مية مقدرة 15 اوم بملف حس عديم المقاومة في المسألة اللي فاتت كان الملف نفسه لمقاومة وبقي كأنه عندنا مقاومة وملف هنا قال لك عندي مقاومة اومية منفصلة تماما والملف عديم المقاومة الامية يبقى برضو هنا الدايرة عندنا بتتكون من مقاومة وملف حس تمام على التوالي ومصدر كهرابي متقدد قوته الدفاع ميت فولت هنا زي ما انت شايف طبعا ما قاليش القوة الدفاع الكهربية الفعالة بس معنا انه ما كتبهاش يبقى دي كده القيمة الفعالة اللي احنا هنشتغل بيها طبعا مهمة المقاومة الداخلية يبقى كده ما فيش عندنا لو في مقاومة داخلية كنا هنضطر ان احنا نضيفها على قيمة المقاومة القومية اللي موجودة عندنا لانها طبعا هتأثر عندي في شدة الطيارة اللي بيمر في الدايرة بيقول لي فايزا كان فرق الجهد على طرفي المقاومة خمسة واربعين فولت احسب المفعالة الحسية للملف وفرق الجهد بين طرفي برضو نبتدي نكتب الحل وننزل كل المعطيات اللي موجودة عندنا وصلت مقاومة اومية مقدارها خمستاشر اوم يبقى كده عندنا الار بيساوي خمستاشر اوم بملف حس عديم المقاومة على التوالي يبقى الاتنين مع بعض على التوالي مصدر كهراء بمتردد قواته الدفاع ميت فولت يبقى عندنا ال V بيساوي ميت فولت خلاص مهمة للمقاومة الداخلية فاذا كان فرق الجهد على طرفي المقاومة خلي بالك ده كده فرق الجهد على طرفي المقاومة بس يبقى نقدر نسميه ال V R بيساوي خمسة واربعين فولت عاوز يحسب ايه يحسب المفعالة الحسية للملف يبقى هو عاوز يحسب وفرق الجهد بين طرفي يبقى عاوز يحسب V L اللي هو فرق الجهد على طرفي الملف زي ما قلنا الدايرة بتاعتنا ببساطة بتتكون من مقاومة وملف حس عادي من مقاومة الامية ومصدر طيار متردد خلي بالك هو مدي لك فرق الجهد على طرفي المقاومة وعاوز يحسب قيمة ال X L وعاوز يحسب قيمة V L طبعا عشان نحسب قيمة ال X L بديهيا ال X L بيساوي اتنين باي F L لو انت بصيت هنا هتلاقي قيمة ال F مش موجودة وقيمة ال L مش موجودة يبقى كده احنا مش هنحسبها بالطريقة دي يبقى اكيد احنا هنستخدم الزد اللي هي المعاوقة طيب الزد كانت بتساوي الجزر التربيعي ال R تربيع زي اكس L تربيع الزد مش موجودة عندنا يبقى اكيد لو رجعنا بالقوانين هستخدم القانون بتاع شدة الطيار الكلي بيساوي V على زد صح؟ تعال نكتب القانون ده ادي الاي بيساوي V على زد تمام وعندنا الزد بيساوي الجزر التربيع ال R تربيع زي اكس L تربيع دلوقتي احنا لو قدرنا من هنا نحسب الزد هنعوض بها هنا نقدر نطلع منها ال اكس L طيب نشوف هنا ايه اللي عندنا وايه مش عندنا فرق الجهد موجود عندنا شدة الطيار الكلي مش موجود عندنا يبقى دلوقتي مهمتنا عاوزين نحسب شدة الطيار الكلي المار في الدائرة طبعا احنا عارفين ان الطيار الكل اللي هيمر في الدائرة هو اللي هيمر في المقاومة وهو اللي هيمر في الملف وهو هنا مديني فرق الجهد على طرفي المقاومة يبقى احنا لو حسبنا شدة الطيار المار في المقاومة دي هيبقى هو قيمة الطيار الكلي طب بسهولة هو مديك فرق الجهد هنا بيقولك خمسة واربعين على طرفية المقاومة واحنا عارفين ان فرق الجهد على طرفية اي مقاومة بيساوي شدة الطيار مضربة في قيمة المقاومة يبقى نقدر نقول ان شدة الطيار اللي مارر في المقاومة وهي هي شدة الطيار الكلي بيساوي في ار اللي هو فرق الجهد على طرفية المقاومة على قيمة المقاومة اللي موجودة عندنا طبعا كل دول الموجودين. يبقى لو عوضنا الفي اربة خمسة واربعين. قيمة الار بخمستاشر. لو حسبنا المقدار ده هيطلع عندنا بيساوي تلاتة. احنا بنحسب شدة الطيار يبقى تلاتة امبير. يبقى كده الطيار لكل المار في الدايرة تلاتة امبير. وهو هو طبعا هيمر في الملف. خلاص نبتدي نعوض من هنا نجيب قيمة الزبت. يبقى هو عندنا الزبت بيساوي في على اي. لو جينا نعوض يبقى الفي بمية. واي اللي احنا لسه حسبنا بتلاتة. لو حسبنا المقدار ده هيطلع بيساوي تلاتة وتلاتين. وتلاتة وتلاتين من مية. احنا بنحسب الزبت. يبقى كده ده بواحدة الاوم. طالما جدنا الزبت. تعال نعوض في المعادلة دي نطلع منها. يبقى هو عندنا الزبت. بتلاتة وتلاتين وتلاتين من مية لسه حسبنا. بيساوي الجزر التربيعي. ر تربيع طبعا ر بخمستاشر يبقى خمستاشر تربيع زيت XL تربيع اللي احنا عاوزين نحسبها طبعا بتربيع الطرفين يبقى كده هذا يؤدي الى N 33 و 33 من 100 لما نربحها تبقى 1110 وتسعة من عشرة بيساوي الخمستاشر لما نربحها تبقى 225 زيت XL تربيع من المعادلة دي لو حبينا نحسب قيمة XL هتطلع XL بيساوي 29 و 76 من 100 طبعا XL بوحدة A بوحدة القوم وكده احنا جبنا قيمة XL تمام بعد كده عاوز يجيب قيمة LVL خلي بالك اوعى حد يقول لي ان فرق الجهد على طرفي المصدر يعني هنا الميت فولت عبارة عن فرق الجهد VR زيت فرق الجهد VL زي ما كنا بنعمل في دواير الطيار المستمر لا هنا طبعا احنا عارفين ان في اختلاف في زاوية الطور ما بين فرق الجهد وشدة الطيار المر في المقاومة عن فرق الجهد وشدة الطيار المر في الملف فما نقدرش نجمعهم جامعة جابري يعني ما نقدرش نقول ان المية بيساوي 45 زيت VL ونطلع منها قيمة VL نقول ان VL بيساوي 55 لا الكلام ده مش مزبوط قمال بنحلها ازاي بنحلها بنفس القانون بتاع الزد بس بدل ما بنكتب مقاومات بنكتب فروق جهد يعني ايه؟ يعني الزد ده المعاوقة الكلية يبقى ده معناه فرق الجهد الكلي يبقى هو V الكلي بيساوي الجزر التربيعي بدل ما R تربيع يبقى VR تربيع بدل ما XL تربيع يبقى VL تربيع ونعوض في المعادلة دي ونقدر منها بسهولة نطلع VL يبقى احنا لو جينا دلوقتي نعوض يبقى هذا يؤدي الى قادل V عندنا دميا بيساوي الجزر التربيعي VR بخمسة واربعين يبقى خمسة واربعين تربيع زائد VL تربيع طبعا كده بتربيع الطرفين يبقى هذا يؤدي الى ان هنا عشر تلاف بيساوي خمسة واربعين تربيع تطلع بلف تسعمية وتمانين زائد VL تربيع طبعا ده هنا ييجي بالسالب وبعد كده نجيب الجزر يبقى نقدر نحسب منها VL بسهولة يبقى هذا يؤدي الى ان VL بيساوي تسعة وتمانين وستة من عشرة احنا هنا بنحسب فرق جهد يبقى ده بوحدة الفولت وطبعا لو انت جمعت القيمة دي زائد القيمة دي عمرها ما تطلع المية لان طبعا زي ما قلنا فروق الجهد مش بتتجمع جامع جابري لان هنا فيه فرق ما بين زاوية الطور ما بين فرق الجهد على الملف وفرق الجهد على طرفية المقاومة القمية خلي بالك كويس من الحتة دي واقعها تتلخبط فيها تعال نشوف مع بعض الفكرة التالتة الفكرة التالتة بتقول ازا وصل ملف بمصدر طيار مستمر قواته الدفاع الكهربية احداشر فولت كانت شدة الطيار المار فيه اثنين واثنين من عشرة امبير وعند توصيل الملف بمصدر طيار متردد تردده خمسين هرتز وقواته الدفاع الكهربية تلتاشر فولت كانت شدة الطيار المار في الملف واحد امبير احسب المفعالة الحسية للملف نبتدي نكتب الحل وننزل كل المعطيات اللي موجودة عندنا هنا بيقولك عندنا ملف بس الداير مفهاش غير ملف الملف ده في الاول وصلنا بمصدر طيار مستمر طبعا ليه قوة دفاع كهربية كانت شدة الطيار المار 2.2 من عشرة امبير في الحالة التانية اخدنا نفس الملف ده ووصلنا بمصدر طيار متردد التردد بتاعه خمسين هرتز والقوة الدفاع الكهربية تلتاشر فولت طلع لشدة الطيار واحد امبير عاوز يحسب المفعالة الحسية للملف طبعا خلي بالك ما بين فرقف حاجتين لما بوصل ملف بمصدر طيار مستمر كده الملف مش بيبقى له حس زاتي بيبقى الملف ده لو ليه مقاومة هي الحاجة الوحيدة اللي بتظهر عندي في الدائرة طبعا لو ملوش مقاومة بيبقى كأنه سلك عادي خالص فكأن كده مقاومة الدائرة بصفر ما فيش مقاومة عندي لكن لما الملف ده بوصله بمصدر طيار متردد اكيد طبعا الحس الزاتي بتاعه بيشتغل فبيعمل معاوقة لمرور الطيار الكهربي وطبعا لو ليه مقاومة او مية برضو بتأثر عندي فاول حاجة تعالوا ننزل كده المعطيات يبقى ده مصدر طيار مستمر قوته الدفاع الكهربية احداشر فولت يبقى في الاول هنكتب V DC يعني مستمر بس عشان افرق ما بين القوة الدفاع الكهربية المستمرة والقوة الدفاع الكهربية المترددة يبقى كده V DC بيساوي احداشر فولت كانت شدة الطيار في الحالة دي يبقى كده IDC الطيار المستمر بيساوي اتنين واثنين من عشرة امبير طيب بعد كده لما وصلناه في الحالة التانية بمصدر طيار متردد تردده خمسين هرتز يبقى كده ال F بيساوي خمسين هرتز قوته الدفاع الكهربية طبعا المترددة والفعالة يبقى نقدر نسميها بيساوي تلاتاشر فولت. كانت شدة الطيار المار في الملف طبعا ده طيار متردد. يبقى برضو بيساوي واحد امبير. عاوز يحسب المفعالة الحسية للملف. يبقى عاوز يحسب زي ما احنا قولنا عشان نحسب كان عندنا قانون بيقول ان بيساوي اتنين طبعا الاف موجودة عندنا. لكن الال مش موجود عندنا. فطبعا يبقى احنا كده مش هنقدر نستخدم القانون ده. قلنا طالما مش هنقدر نستخدم القانون ده. يبقى كده افكر في حاجة تاني. هنا الملف ده لما وصلناه بمصدر طيار مستمر زي ما انت شايف مرر عندي طيار كيمته اتنين واثنين من عشرة. فكده في الغالب طبعا ليه مقاومة. اثرت على مرور الطيار الكهرابي. وهنشوف كيمة المقاومة دي يقدي ايه? يبقى احنا احنا اكيد هنحسب عن طريق المعاوقة بتاعت الدايرة. يبقى الزد بيساوي الجزر التربيع. الار تربيع زي اكس ال تربيع. طبعا الزد مش موجودة عندنا. كيمة الار برضو مش موجودة عندنا. اكس ال احنا عاوزين نحسبها. طيب ممكن واحد تاني يقول لي ايه? يقول احنا نقدر نحسب كيمة الزد مسلا من شدة الطيار. احنا كنا بنقول ان الاي بيساوي في على زد. تمام. طبعا الاي ده اي متردد موجود عندنا. الفي ده برضو متردد موجود عندنا. يبقى احنا نقدر نحسب الزد بسهولة. صح? كلامك مزبوط. يبقى احنا كده لو جينا نحسب يبقى الزد بيساوي في على اي. يبقى بيساوي الفي عندنا بكام? ب13 فولت. شدة الطيار المتردد بواحد امبير. 13 على واحد بيساوي 13. طبعا احنا بنحسب معاوقة يبقى ده 13 اوم. تمام. يبقى احنا كده جبنا الزد. يبقى احنا لو جبنا الار دلوقتي نقدر نجيب الاكس ال بسهولة. زي ما قلنا هنجيب الار من معلومة ان احنا وصلناه بمصدر طيار مستمر. لما وصلناه بمصدر طيار مستمر بيقى الملف ده كانه مقاومة عندي في الدايرة. يبقى الدايرة بتاعتي بيت عبارة عن بطارية ومعها مقاومة. طيب بطارية ومقاومة نقدر نحسب شدة الطيار بتاعت الدايرة طبعا بسهولة جدا. ان الاي بيساوي V على ار. بس اي مين اي المستمر اللي هو الدي سي. بيساوي VDC على ار اللي هي مقاومة الملف اللي احنا مش عارفينها. طيب من هنا يبقى نقدر نقول ان هذا يؤدي الى ان الار بيساوي VDC على ADC. طبعا VDC موجودة عندنا. IDC موجودة عندنا. يبقى نقول كده نعوض. يبقى بيساوي ادي 11 على اتنين واثنين من عشرة. لو حسبنا المقدار ده هيطلع بيساوي خمسة احنا بنحسب مقاومة يبقى خمسة اوم. يبقى كده احنا جبنا مقاومة الملف ده. يبقى بسهولة جدا دلوقتي نقدر نجيب المفعالة الحسية لو عوضنا في المعادلة دي. يبقى هو عندنا الزد هنشيلها ونحط مكانها تلاتاشر. بيساوي الجزر التربيع اه احنا لسه حسبينها بخمسة اوم. يبقى خمسة تربيع زائد XL تربيع. بتربيع الطرفين. يبقى كده هذا يؤدي. تلاتاشر تربيع يطلع لمية تسعة وستين. خمسة تربيع تطلع خمسة وعشرين زائد XL تربيع. لو ودينا الخمسة وعشرين هنا بالسالب. وبعد كده جبنا الجزر. هنلاقي عندنا ان XL بتساوي اتناشر. طبعا XL ده يبقى واحدة القوم. يبقى كده XL عندنا باثناشر اوم والمسألة بتاعتنا اتحلت. يبقى خلي بالك لو جاب لك اي ملف وصلناه في الاول بمصدر طيار مستمر يبقى اعرف ان المعلومة دي. احنا هنستفيد ان احنا هنجيب منها مقاومة الملف. والملف ده ما بقيش ملف عديم المقاومة الامية او مهمة المقاومة الامية. لا هتدخل عندنا المقاومة الامية. والدائرة بتاعتنا هتبقى عبارة عن كأنها مقاومة وملف. يبقى اشتغل بقوانين الزد. وطبعا كده يبقى الموضوع بي عندنا سهل جدا. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بتقول ملف حس معامل حسو الزاتي اتنين هنري. وصل على التوالي مع مقاومة ستتمية اوم. هو مصدر طيار متردد تردد وخمسين هرتز. فكانت زوية الطور بين الطيار والجهد خمسة واربعين درجة. احسب المقاومة الامية للملف. طيب زي ما احنا متعودين نكتب الحل ونزل المعطيات اللي موجودة عندنا. ملف حس معامل حسو الزاتي يبقى كده الال بيساوي اتنين هنري. وصل على التوالي مع مقاومة. يبقى مضيفة مقاومة في الدايرة. يبقى كده الار بيساوي ستمية اوم. ومصدر طيار متردد تردده يبقى الاف بخمسين هرتز. فكانت زوية الطور بين الطيار والجهد خمسة واربعين درجة. يبقى السيت عندنا بيساوي خمسة واربعين درجة. احسب المقاومة الامية للملف. يبقى هو كده بس الملف ده مش عديم المقاومة الامية او المقاومة الامية بتاعته مش مهملة. لا ليه مقاومة? فطبعا كده الدايرة بتاعتنا هتبقى عبارة عن المقاومة الامية اللي موجودة ومقاومة الملف وطبعا المفاعلة الحسية للملف. طيب في الدايرة بتاعتنا دي عشان احسب طبعا ار للملف يبقى كده اول حاجة هتيجي في بالنا ان احنا نحسب الزد ليه المعاوقة الكلية للدائرة. طيب زد للدائرة بيساوي الجزر التربيع R تربيع زائد XL تربيع. طبعا زد مش موجود عندنا. R تربيع دي عبارة عن المقاومة الامية دي زائد المقاومة الامية للملف اللي احنا لسه عاوزين نحسبها. XL مش موجود عندنا لكن نقدر نحسبها بسهولة طبعا لان XL بيساوي 2 by FL ولو بص هنا هنلاقي ان ال F موجودة عندنا وال L موجودة عندنا. يبقى احنا دلوقتي عندنا مشكلة ان احنا عاوزين نحسب الزد. طب نحسب الزد منين? احنا كنا متعاودين نقدر نحسب الزد من القانون اللي بيقول I بيساوي V على زد. بس هنا I الكل مش موجود عندنا. القوة الدفعة الكهربية للمصدر مش موجودة عندنا يبقى اكيد القانون ده مش هينفعنا بحاجة. طيب ايه اللي ما استغلنا هوش تاني في المسألة عندنا السيتا. ليه زاوية الطور بين الطيار والجهد طب تعالوا نكتب القانون بتاعها. هنا الدائرة عبارة عن مقاومة اومية وملف. يبقى اكيد التان سيتا هيساوي XL على R. بس خلي بالك. R دي كتبناها R داش ليه? لانها عبارة عن المقاومة الاومية الخارجية زادي المقاومة الاومية للملف. تمام كده السيتا موجودة عندنا. XL احنا قلنا نقدر نحسبها بسهولة دول. يبقى اكيد لو حسبنا XL وعوضنا في القانون ده هنقدر نطلع قيمة ال R داش. طب تعالوا نعمل كده. في الاول كده هنقول هذا يؤدي الى ان التان خمسة واربعين اللي هم الدهالي بيساوي XL على R داش. طبعا التان خمسة واربعين بيساوي واحد. يبقى نقدر نقول في الحالة دي ان كده R داش بيساوي XL لان يبقى كده واحد حاصل ضرب الطرفين بيساوي. حاصل ضرب الوسطين. يبقى R داش بيساوي XL. طب تعالوا نحسب XL. قدي XL بيساوي اتنين باي FL. يبقى هذا يؤدي. حشيل XL وحط ما كان على R داش لانه ليهم نفس القيمة. يبقى كده R داش بيساوي. تعالوا نعوض. اتنين باي يبقى اتنين في تلاتة واربعتاشر من مية. F التردد عندنا بخمسين. بعد كده L عندنا باتنين هنري. لو حصبنا المقدار ده هيطلع بيساوي 628. طبعا احنا بنحسب مقاومة. يبقى كده بواحدة القوم. يبقى احنا كده جبنا المقاومة الكلية للدائرة. اللي هي عبارة عن المقاومة الخارجية ومقاومة الملف. خلاص بقي الموضوع سهل جدا. يبقى كده R داش عبارة عن المقاومة القومية الخارجية اللي هي R زائد R للملف. طبعا R داش احنا لسه حاسبينها. R موجود عندنا. يبقى نقدر نحسب R للملف بسهولة. يبقى هذا يؤدي الى ان R للملف يساوي R داش ناقص R. لو جينا نعوض يبقى ده بيساوي R داش ستمية تمانية وعشرين. ناقص قيمة R اللي هي بستمية. يبقى يطلع عندنا بيساوي تمانية وعشرين. احنا بنحسب مقاومة. يبقى تمانية وعشرين قوم. وزي ما انتم شايفين كده المسألة عندنا اتحلت. يبقى خلاص احنا في نوعية المسائل دي. اول حاجة اعرف الدايرة عندي بتتكون من ايه? هل هي بتتكون من مقاومة بس? ولا ملف بس? عديم المقاومة وما فيش اي مقاومة تاني متوصلة معاه? ولا عبارة عن ملف ومقاومة ولا مكسف او ايه? ومن اول ما حط ايدي على العناصر الموجودة في الدايرة اكتب القوانين بتاعتها قدامي. اشوف ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي. وهبص لقي المسألة عندي بتتحل بسهولة. طبعا اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا الافكار دي كويس. بعد ما تفهمها كويس وتحلها بايدك. يريد تحل اي مسائل موجودة عندك في اي ملخص. واتمنى ان انا اكون عرفتها افيدكم بحاجة في الفيديو ده. وانتظروني الفيديوهات التانية ان شاء الله.